مرحبا فيكم برحبا ببرج الحمل اشتأهل لكم طبعا خلينا نشوف قراءة شايفيتك من كل نواحي الحياة كنت كاتم بداخلك كنت عم يعني ما عم تعبر خلينا نقول مع انك انت من الابراج اللي بيعبروا اول باول اللي من الابراج الطيبين اللي بسرعة بيطلعوا اللي داخلهم ما عندهم اللي هو حقد او كزا كله بيطلعوا اول باول فلا شايفيتك هذه الفترة عم بتكون كتوم نوعا ما ولكن اخر الفترة رح تنفجر يعني انفجار من بعد صبر او من بعد كتمان كأنك بتحكي اسرار كأنك بتدافع عن حالك فاللي هي رح تنفجر بوجه الجميع يمكن فخلينا نشوف بشكل عام اول شي نشوف اذا بشكل عام لبرج الحمل كيف عم يكون بشكل عام حلو برج الحمل اه شايفي فيه نوعا ما عم بتعمل توازن او بتحاول انك توازن بين حياتك خلينا نقول العملية اه وحياتك العاطفية الحمل يعني كتير بياخد مجهود او بيعطي مجهود بالعمل فشايفي انه عم بتحاول انك تعمل توازن اه يكون فيه عاطف بالموضوع يكون فيه مشاعر اكتر فعم بتحاول انك توازن اه بين هدول الشغلتين كمان الصحة يعني عم بتحس حالك انه شوي عم بتكون صحيا السترس يمكن عم بيأثر عليك فعم تعمل هو توازن مش بس بحياتك العملية والعاطفية لا كمان بال بالصحة شايفيتك بتفتح يعني اه خلينا نقول بتفتح ابواب مسكرة كانت اه بوجهك اه عم تعمل اللي هو عم تغير علاقتك في الناس الناس اللي كنت تأمن لها الناس اللي كانت اه موجودة في حياتك اه كانت تصدر لك الاوهام او كزا عم تكشفهم اه او انت تكشفهم من اول ولكن عم تتزاكع عم اه تاخدهم على قد عائلهم اه بهاي الفترة لأ بشوفك بتفتح اسرار بطلع اسرار اه اللي هو يعني كنت متحملهم هدول الناس بالزور ممكن يكون اه ع العمل او ع العاطفة اه او حتى من الاهل والاقارب يعني ممكن يكون اجتماعيا فعم تكشف اللي منيح عم تخليه في حياتك واللي مش منيح عم تطرده من حياتك عم تعمل اه كتير اللي هو اكشنز في هذا اله في هادي الفترة شايفة انه في اللي هو تغير كبير يعني مش التطورات اللي شوي شوي لا في مسلا مشكلة او شي انت بتتخيلوا انه هو سيء رح يكون اه بالعكس بصالحك اه رح يشوي يعصف يعني اه على حياتك او رح تحس بالتوتر من ناحية هذا التغير ممكن يكون عامل على فكرة اكتر شيء اه ولكن هذا بالعكس هذا رح يفتح لك اه ابواب تانية اه يمكن عم تنفجر قلنا انه طاقتك انه رح تنفجر هاي الفترة وهون تكرر نفس الموضوع اه فيه اللي هو بوم خلاص يعني بطلت تتحمل عم تغير من وضع لوضع عم بتغير اه شغل لشغل عم اه بيكون في عندك اه فرص اكتر عم بتشوف اكتر لقدام عم تحسب الحساب للشيء قبل اه قبل ما ييجي هون عم بشوفك كأنك كنت عم تستنى شيء كتير كتير عم بتفكر فيه بطريقة مش طبيعية عم بيكون اه طول الوقت شغل بالك في هذا الشهر خلاص رح تطلقه من طاقتك اه يمكن طاقة الغضب او طاقة الكتمان اللي قلنا عنها اه بس هون بشوفه عاطفي اكتر يعني هذا الكرت اه فكأنك عم تطلق الامور تخليها على ربنا اه من بعد ما كان يعني يسبب لك هذا الموضوع اجهاد او حزن او اكتئاب اه خلاص كأنه في صحوة مفاجئة كأنه في اه موضوع رح ينكشف فبالتالي انت رح اه تطلق الامور وما يعني ما تهتم خلاص اه ترمي كل شيء وارا ضهلك حاسة بشكل عام يعني من الاوراق برج الحمل بطل يتحمل الاشياء اللي كان يتحملها في السابق فحاب بيغير باي وسيلة عم بيشوفه بغير بالعمل بغير بالآه بالعلاقات الاجتماعية عم بيغير الاشخاص حتى اللي بيتعاطى معاهم من قبل آآ من الناحية العاطفية بشوفك آآ احنا رح نفتح على الحياة العاطفية ولكن يعني ظهر هذا الكرت هون آآ فبشوفك لأ في اجتماع مع الحبيب في آآ تقارب بناتكم ولكن في شي عم يمنع هذا التقارب في حاجز معين شايفي انه هذا الحاجز راح او عم يروح في هاي الفترة لذلك عم تكون مرتاح اكتر من الناحية العاطفية هون انا شايفي كل مفاتيح النجاح موجودة من عندك من اول يعني موجودة عندك من البداية دائما يعني ولكن راح تستعملها كلها في هاي الفترة شايفيتك متسائل كتير هاي الفترة حياة جديدة وكأنك كنت في سجن يعني في سجن من الافكار وبعدين عم بتحاول تغير طاقتك عم طاقتك عم تتغير من سلبية لايجابية شايفي هون كمان شمس واللي هو وضوح جدا في الافكار من بعد يعني من بعد حيرة من بعد محتار بين القرارات عم بشوفك تاخد قرارات وما تسأل لا عن رئيس ولا عن حدا ولا عن شيء تاني هذا الكرت مبين انه فيه كمان عاطفي مبين انه فيه اختلاف بينك وبين الحبيب او ممكن تكونوا مع بعض ممكن تكونوا مفترقين بس الاكتر مفترقين الاخر الفترة اللي هي ممكن شايفيتك عم بتصلح الامور شايفيتك عم بتقدم شيء ممكن للطرف التاني يمكن بتقدم اللي هو اعتزار يمكن بتقدم هدية يمكن حتى هدية ممكن تكون مادية ممكن تكون رمزية ولكن يعني تدفق المشاعر رح يكون كبير بهاي الفترة هون بشوف البعض منكم عم بيدور على فرصة عمل عم بيغير شغله عم بيحاول انه يغير يعني حتى لو كان فيه شركة او قسم او مؤسسة عم بيحاول انه يغير من position من مكان لمكان اعلى وشايف هاي الامور يعني عم تمشي على خير شايف الرئيس تبعك او المدير تبعك عم بيغير الفكرة عم بيكون اول شيء كان يعني حطك في راسه عم توصلوا اخبار عنك ولكن عم تتغير هاي الافكار وعم بيعاملك بعدل اكتر شايف فيه توازن بالعموم من كل النواحي اه ورق ايجابي بشكل عام فيه شغلة فيه اخبار حلوة رح توصل لك من ناحية العمل والمال خلينا نشوف العاطفة مثلا شو لبرج الحمل شو نخبي له هاي الفترة الحمل الله يعينهم يعني سبع سنين وهم صابرين يعني حوالي سبع سنين في ناس اكتر في ناس اقل فامورهم ان شاء الله رايحة للاحسن ابتداءا من هاي الفترة اللي عم نفتح عليها اذا خلينا نشوف القراءة العاطفية اول شي خلينا نشوف احلى كرت موجود انه فيه كارما رح تتحقق لك فيه اللي هو الكون رح رح يكون فيه اتصال بينك وبين الكون وكأنك عم تعمل تخاطر كتير عم تكون روحاني عم تزيد روحانياتك في هاي الفترة يمكن عم تسير متدين اكتر يمكن عم تعمل هاي الفترة عم تهتم من الناحية الروحانية شايف انه اكتر من فرصة رح تيجيك غير موضوع الكارما فيه عندك بالعلاقة العاطفية كارما رح تتحقق يعني حسب انت شو حاطط في بالك فيه ناس حاطين في بالهم مثلا كارما اللي هي رجوع الحبيب مثلا مع اعتزار مع تذلل فيه ناس يعني بنفسهم انه الكارما انه مسلا يخلصوا من الطرف التالت فيه ناس فحسب الكارما اللي انت بدك اياها عم بتلف بتلف وبترجعلك يعني عم تحصل عليها ولكن يعني بدها فترة بدها وقت اه كمان بهذا الكارت عم بشوف انه عم بشوف حتى من الناحية المادية عم بيكون فيه تطور عم بيكون فيه تحرب حياتك كلها عم تمشي يعني من بعد توقف من بعد ركود عم بيصير فيه تطورات من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية قلينا قلينا نشوف ما عم يطلع الكارت هون عم بشوف طاقة برج الدلو عم بتحاول طبعا حبيبي القراءة العاطفية ممكن تكون عبسية عم بتحاول تتشافة من موضوع العاطفة وكأنه في حبيب غدرك أو انت ما بعرف انت يمكن غدرت الحبيب ولكن عم بتحاول في النهاية انك تنسى هذا الشخص ولكن انا ما شايفة فيه يعني ما شايفة فيه ابدا ما شايفة فيه اللي هو تشافي شايفة فيه اجتماع بناتكم وكأنه من بعد اللي قلنا عنه الاختلافات بالورق اللي فات الاختلافات اللي بناتكم عم تتغير عم بتحاول انك تقلصها او تحل المشاكل اللي موجودة بشوفكم في النهاية متكافئين خلص يعني خلصتوا اذا كنتوا توقم شو علي يمكن وصلتوا تقريبا لنهاية القصة اللي هي نهاية سعيدة بين عندي لأنه هون تحتها بالضبط ايج عندك يعني اللي هو انتصار انتصار ممكن على الشخص التاني الشخص التاني ما عم يقدر انه يعيش بدونك او من هاي الناحية شايفة اتنين يعني شايفة اتنين من بعد علاقة ثلاثية شايفة اتنين الطرف التالت عم بيطير عدين شايفيتكم التنين متل شخص واحد التنين وكأنك انت بتنتصر على الحبيب من خلال اعتزار او من خلال رجوع من خلال ارتباط فانا عم بشوف عم بشوف هذا الاشي في في الوراء هون بشوف طاقة شوي الصبر اول الفترة رح يكون في عندك صبر معين بحب اخد كل كرتين اللي فوق بعض لانه ما بيجو فوق بعض يعني صدفة لا عم بشوفك من بعد مشاكل من بعد ناس عم تحكي عنك من بعد عدائية يمكن بينك وبين شخص اخر عم بتكون انت الربحان او انت الربط من النصر عليهم على هدول الناس عم بيكون في عندك مساعدة من الكون عم بيكون في عندك روحانياتك هي شايف ان روحانياتك اللي عم بتزيدها هي السبب في انك تنتصر او هي فاذا كان في عندك ادعية بتدعيها كان في عندك صلوات انت استمر على هذا الموضوع انا شايف فعلا في صلوات وفعلا في تقدم في النحية الروحانية بما انها فاتحين على الطاقة العاطفية او على القراءة العاطفية فبشوف الدعوات منك ما بعرفها ايه الدعوات انه منيحة للحبيب ولا انها دعوات على الحبيب فبس بشوف انها بتتحقق شو ما كان شكلها بشوف انك رح يكون في عندك توازن بالمادة من بعد مع انه فتحنا على العاطفة بس طلعنا كمان فلوس يعني كمان مال فعم بتكون لا يعني افضل ماليا او في وفرة مالية نوعا ما ولكن في اخر الفترة اللي احنا فاتحين عليها يمكن يمكن تكون مقدم على قرد يمكن تكون في عندك حق مع ناس ما رجعوا لك يا لسه في هذا الشهر يعني احتمال كبير انه يرجع لك حق اللي طلع اساسا هو مقلوب يعني بس هيك معناته انه في استشفاء من العلاقة في نوع من عمل توارز يمكن بينك وبين لا بينش الطرف الثاني وبين العلاقة الثلاثية ولكن هو طلع مقلوب في فشل في هذا الموضوع وفي تأخير في هذا الموضوع فانت ما عم تستشفي ما عم تقدر تنسى الحبيب ابدا طول الوقت عم بتفكر فيه فشايف للناس اللي بتستنى رجوع بالعكس في هدول الكرتين عم بشوف كتير فيه رجوع عم بتكون الطاقات مائية نارية بشدة يعني وهوائية شوفوا الهوائية والترابية طالعة بنفس النسبة لكن المائية اكتر والنارية اكتر كتير يعني اغلبهم ناري وطبعا برج الحوت حبايبي برج الحمل خلينا نشوف ازا خلينا نشوف الوراكل شو بتقولنا في هذا الشهر شو بتعطينا نصيحة يعني نفس اللي بيين بالورق انت فعلا عم تعمل هيك بيقولك خلص اترك كل الامور على ربنا وانطلق وانت في المسار الصحيح بيين عليك في هذا الكرت كمان انه ممكن تكون مشهور او تسعة للشهرة ففعلا راح تحققها في هذا الشهر يمكن من خلال عملك من خلال اكتر بالعمل عم بتكون قدوة عم بتكون مثال شايفيتك حتى بالحياة الاجتماعية يمكن مش بس هذا الشهر يمكن كمان طاقة مستقبلية اكتر لان الطاقات يعني احيانا بتمتد اكتر من المدة اللي احنا فاتحين عليها فرح تصير مشهور عفوا خلينا نشوف اشي تاني هون بيّن عندك زي تخطيط لزواج زي يعني في في فرحة كبيرة ممكن تكون يعني هيك وفرة بكل شي عم بتكون بالمال عم بتكون بالعاطفة بالحياة الاجتماعية قلنا في البداية انت كنت عم بتحاول تعمل توازن بين كل هاي الأمور فبشوف هذا الكرت سي تأكيد او على هذا الموضوع انه فعلا رح يزير حياتك العاطفية رح تتحسن أكتر علاقتك مع بالحياة الاجتماعية رح تتحسن فانت في تقدم ان شاء الله على كل الأحوال وفيه هون بشوف حصاد لمجهود انت كنت عم يعني عم طول الوقت عم تشتغل عليه عم بتشوف النتيجة في هذا الوقت اذا كنت مبلش في مشروع مثلا اه إليك فترة طويلة عم تشتغل عليه فالنتائج حلوة رح تكون في هذا الشهر اه مش قصدي اكتوبر قصدي يعني من منتصف اكتوبر لمنتصف نوفمبر لانه نزلنا احنا قبل لاكتوبر فبشوف كمان حتى بالحياة العاطفية الجهد والسهر والتعب النفسي اللي سبب لك يا الطرف التاني وكأنك عم تاخد حقك عم تجني ثمار في هذا الموضوع جني الثمار انا بشوفها اكتر يعني اللي هو التقاء بالحبيب شايفي في فرحة بهذا الكرت في فرحة رح تتحقق في شيء انت كان ببالك عم تستنى إليك فترة ولكن ما كان عم ييجي هون عم بشوف البعض منكم اللي عنده محكمة اللي عنده خاصة اللي عنده محكمة فيها أطفال أو حضانة أطفال محكمة أو قضية معينة كانت متأخرة لها فترة طويلة وانت تستنى في الموضوع شايفيتها عم تنتهي لصالحك عم بيصير فيه عدل بالموضوع رح يرجع لك حقك في هذا الموضوع فاللي عندهم قضايا في المحكمة يعني بشرة منيحة بشرة حلوة حباك ببرج الحمل بشوفكم بالقراءة الجاي